بسم الله الرحمن الرحيم قافلة الهدى الدعوية تقدم ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا وقف مع محبة هذه المرة محبة نعم قصة عجيبة اسمعوها لتعلمون ماذا يأتي بالخير والخيرات والأرزال تقول تلك الفتاة تحكي قصتها تحكي معاناتها تقول أحببتم منذ الصغر منذ نحومة أظافرين من هو ابن جارنا من أيام عمري ست سبع سنوات وهو نلعب مع بعضنا نذهب ولأتي يقول ترعرعنا ولما حبنا لبعضنا يقول فلما بلغت سن معينة ابتعد عني أبعدوه وأبعدوني لماذا لأنهم حجبوني وهو رجل قد بلغ مبلغ الرجال نعم يقول فذهبت الأيام وقد ازددت به حبا خاصة لما علمت بصلاحه حفظه للقرآن دعوتي إلى المولى عز وجل فتعلقت به وكنت أتمنى زوجا لي وأبا لأبنائي يقول فأتى به الله جل جلاله أتى طرق الباب خاطبا لي فرده أبي تقول رده أبي لماذا لأنه فقير لا مال له يقول رده أبي وقد طعنني بخنجر في قلبي يقول ذهب ذهب وقد ذهبت روحي معه لا أريد إلا هو ولا أريد زوجا غيره يقول فماذا أفعل ماذا أقول أنا كسيرة ضعيفة لكن ليس لي إلا الله القوي جل جلاله تقول فلجأت إلى التوب تقول لجأت إلى الاستغفار قرأت بعض المطويات وذكرت قرأت حديث الرسول عليه الصلاة والسلام ما ألزم عبد طلبه الاستغفار إلا جعل الله عز وجل له من كل هم فرجع ومن كل ضيق مخرج ورزقه من حيث ولا يحتسب تقول هي إثنتان استغفار ودعاء دعاء واستغفار تقول وأنح على ربي وأكثر من الاستغفار وأكثر من الاستغفار تقول فأعاده الله جل جلاله عاد مرة أخرى وقد طرده أبي لكن الله أعاده فلما طرق الباب مرة ثانية قبله أبي وتزوجنا تقول وأنا الآن أنظر إلى ولدي الأول يمشي أمامي وأنا الآن أحمل في أحشاء ابن الثاني في سعادة عظيمة مع هذا الرجل الصالح ترجمة نانسي قنقر